الموعد الاقتصادي من الجزائر الدولية أهلا بكم مشاهدين بداية نفى نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك وجود خطط لإطلاق اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوباك واستبعد نوفاك في مقابلة بثث قناة روسيا اليوم وجود محادثات تحويل منتدى الدول المصدرة للغاز إلى منظمة بقرارات ملزمة لأعضائه على شكلة أوباك في سوق الخام موضحا أن عمل المنتدى يرتبط بتبادل وجهات النظر والتشاور بخصوص سوق الغاز الطبيعي عالميا فرضت بلغاريا ضريبة على الغاز الطبيعي الروسي المنقول عبر أراضيها ما يفاقم مخاوف نشوب خلافات مع روسيا في ظل شحي الإمدادات المتدفقة نحو وسط وشرق أوروبا وينص قانون جديد في بلغاريا على فرض ضريبة فورية تتجاوز عشر دولارات للميجاوات ساعي على الغاز الروسي المنشأ ما يمثل عشرين في المئة من سعر الغاز المرجعي في أوروبا وفق التداولات الحالية في بورصة أمستردام المركز الأقليمي والمرجعي لأسعار الغاز في أوروبا رغم أن بلغاريا لا تستورد الغاز من روسيا لتلبية احتياجاتها إلا أنها تشكل ممرا مهما للإمدادات المتصاعدة عبر خطوط الأنبيب التي تصدرها روسيا إلى أوروبا توقع وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن تصل أسعار النفط إلى مئة دولار للبرميل جراء تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط ونقلت وكلت شانا الإيرانية أن وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان ناقش العدوان الصهيوني على فلسطين وتأثيرات ذلك على ثلث إمدادات الخام الطبيعية بالتزامن مع تجديد الولايات المتحدة تطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية ما من شأنه تقلص المعروض العالمي من الخام أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتصدير كميات وصفها بالكبيرة من الحبوب رغم العقوبات الغربية المتخذة ضد موسكو بوتين في كلمة نلقاها خلال قمة في بيتش كيك عاصمة قرقستان جمعت العديد من زعماء مجموعة دول المستقلة التحالف الذي يضم الجمهوريات السوفيتية السابقة أكد أن روسيا تحتفظ بإمكانات عالية جدا لتصدير الحبوب مع تحقيق البلاد محصولا قياسيا وتاريخيا بلغ 158 مليون طن الرئيس الروسي توقع أن يتجاوز محصول السنة الجارية حاجز 130 مليون طن مرجحا أن تحتفظ روسيا بمكانتها كأول مصدر للقمحة في العالم بصادرات قد تتجاوز 60 مليون طن حضر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي ديمون المستثمرين من فترة صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي ديمون وفي تصريحات أدلى بها لشبكة سي أن أن الأمريكية وصف المرحلة الراهنة بالأخطر على الاقتصاد العالمي منذ عقود مضيفا أن الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة قد يكون لها تأثيرات بعيدة على أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقة الجيوسياسية تهدف موريطانيا إلى رفع مستويات النمو إلى 7% بحلول عام 2027 مقارنة بتقديرات سابقة بنحو 5% خلال العام الجاري وذكر وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة البريطانية عبدالسلام ولد محمد صالح أن نمو الاقتصاد الموريطاني تأثر بالأزمات خصوصا جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا مشيرا إلى أن النمو بلغ 6.4% السنة الماضية متوقعا أن تلامس عتبة 5% خلال العام الجاري بحدود النسبة نفسها خلال العامين المقبلين واتخدت موريطانيا بعض الإجراءات بهدف جذب الاستثمار الأجنبي إذ أشار الوزير إلى تحسينات طرأت على الإطار العام القانوني والإداري كما أنشأت البلاد هيئة تشجيع الاستثمار التي بدأت عملها بهدف تسهيل عمل المستثمرين الأجانب وصل مؤشر أسعار المستهلك في السعودية تباطؤه خلال سبتمبر الفارط وذلك للشهر الرابع على التوالي وشهدت معدلات التدخم في المملكة 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي في أدنى مستوى لها منذ فيفري 2022 وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الأحد أن تباطؤ التدخم في سبتمبر جاء مدفوعا بتباطؤ الإيجارات التي تشكل 21% من وزن المؤشر فيما انكمشت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 19% من ثقل المؤشر لأول مرة منذ نوفمبر 2017 تعتزم مصر جمع ما يصل إلى مليار دولار من مبادرة تسيير استيراض سيارات المصريين في الخارج بعدما جمعت 800 مليون دولار في المرة الأولى ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري الأربعاء الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتيح تمديد فترة المبادرة لمدة ثلاثة أشهر جديدة على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون الأحد واستمرت المبادرة المصرية خمسة أشهر في 2022 وجذبت نحو 170 ألف من المصريين المقيمين في الخارج ختم الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية شكرا على المتابعة إلى اللقاء